أعلن قائد الجيش الوطني ليبي المشير خليفة حفتر عن فرصة أخيرة لرسم خريطة طريق وإجراء انتخابات وفي هذا السياق أكد حفتر أن الجيش الليبي هو أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة مشددا على ضرورة تحمل بعثة الأمم المتحدة مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية وفي سياق متصل أكد حفتر ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش ولفت إلى أن الليبيين وحدهم قادرون على حل مشاكلهم شكرا